يلا بينا مسائل خير؟ مسائل خير فاندور في معايد مع الأستاذة نادية القاطع أبلغها مين يا فاندوم؟ أقولي لها على المهندس الشامل عن دور صاني قطع شوفي ألو؟ المشمهندس هي شامل غندور يخنم حاضر تفضل يخنم الأستاذة نادية في استدارك الدور الرابع الشمال الأسانطرة على قدوه شكرا تفضل أه، بعد ذلك المهندس الشابب والعنين على أوصول ممكن أول ما يجيد خليه يلافلك ما؟ لحتى أمر أحد قالك أني هناك يا جمال مش حال أنا أتأخر على معايدنا يا بش مهلس هلو؟ أيوة أنا نادية القاضي، من معاي؟ إيه؟ ابني؟ ما له ابني؟ إزاي ده حصل؟ وحصل إمتى؟ مستشفى؟ مستشفى إيه؟ طيب 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 أنا جاية حالة، أنا جاية حالة، جاية حالة حرام، أدونا غيري إيه؟ أنا تحت عندكم في الشركة أنا على فكرة صباحاً خير صباحاً نور في معاد مع المهندس شام والأستاذة نادية أهلاً 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 ماذاك يا شام؟ شاب إيه حبيبي نوارة الشركة كويس أول أنت جيت في معادك على فكرة أستاذة نادية دقيقة قاوة في معايدها يا راجل هو فيه ستة عندها معايد مضبوطة أساساً حتى ندهش تعالت طب يلا صدنا فاضل يا شاب إيه بسي يا شام الثانية واحدة لو سمحت تفضلوا عن إذن آه طبعاً مسترحز أنا الفايل معي وراجعت وخلاص كل التفاصيل زي ما حضرتك طلبت بالزبط لا أنا عايزك تتطمن كأنك هتكون موجود في الاجتماع طبعاً أكيد أكيد أنا ربع ساعة وأكون جاهزة للميدي مع السلامة مرسولي كان عندي مكان ما مهمة ولا يهم منك أنا مصارها المستشاهب أهلاً بحضرتك إزاي قدر أخدمك؟ حضرتك أنا دخلت على الموقع بتاعك وشفت كل التفاصيل بتاعة المناقصة اللي عاملها شركة إن جي موتورس تفاصيل عظيمة بصراحة وأنا طمعاً فيها في المناقصة يعني ودي كل الورق المطلوب حضرتك والله هي يا ريت بس التقديم قفل خلاص أيها ما نعارف بس أنا عارف برضو إن المناقصة فاضي لسه عليها أسبوع يعني لسه في فرصة حقيقة يا فندم مشيهاد بيه موجود النهاردة عشان ياخد السلساء من عداتك عشان يقدم الطلب بتاعه بس ده مش قانوني والمكتب مش هيخالف الشروط عم سوري التقديم قفل أيها هو الحقيقة جاي النهاردة علشان يوصد معنا الاتفاق علشان نساعده في تقديم عارضة بتاع فندم مش بس كده لا أنا كمان عايز المزاد ده يرسي علي نعم بقول لحضيك يا أستاذ ناتي ما تيجي نقرب المسافات بإنك كده واجبلت من الآخر أنا راجل قديم في السوق أو على فكرة ومن زمان يعني ما تيلايش مني عشان أنا عارف الدنيا دي ماشي إزاي خضراتك كده تعودي وتقولي لي إيه المكتوب بالزبط في مقابل إن المزاد ده يرسي علي إيه شام هنأذنك إلا أنا بسمعه ده إلا أنا بسمعه ده خالص المفروض إن إحنا الثلاثة بندعرنا مصلحتنا طبيعي لازم أقلق على صناعة المؤسسة لو الكلام ده طلع لبر لا 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 ما تيلايش خالص القعدة دي بتفاصيلها محدش هيعرف على حاجة يا مدام يا مدام أنت قعدة ما هتاجر قديم مش حد من مصلحة الضراب لا سمح الله لحاجة يعني أستاذة زي ما قلت الستة كان له كده شهاب بيء على ضمنتي أه خلاص بدل اتنين مليون واحد ونص واحد ونص لا 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 بس ده كتير قوي حضرتك يعني نزليهم شوية هنا حط حاجة في جيبي لتمثيلية كبيرة وناس كتير هداكروا وأنا جنيه مش هنزل من المبلغ ده أنا أسفة هم أن أنا عندي حاجات كتير أهمة من اللي بيحصل ده لازم نروح اجتماعي أذلك حلمك علينا بس يا سبت الكل كلام أهد وحطة مش كده يعني شهاب بيء الأستاذة جابت لك من آخر طب فريدي أن أنا دفعت المبلغ كل والمناقصة مارسيتش عليها في الآخر والله يا أنا ما عنديش أي ضمانات بس يعني عشان يشام أنا ممكن أرضا أن أخد منك خمسين في المئة دلوقتي والباقي بعد ما ترسل المناقصة عليك تآخرين موسيقى 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 ان الواضح يشاب انو ما عندكش رغبة تكمل بديلي وانا ما عنديش وقت انا باسحب عرضي الله الله يا رجل يا رجل بعدين هسنت الكل بالراحة علينا شوية مش كده يعني يعني ما تختيش الحكاية يقفش كده بعدين قهونا عليك التتحمق عليها كده لو ما وافق علي عرضي تقول لي ردك حالاً والفلس تكون عندي النهاردة الساعة سبعة في المعاتي ولو لا يبقى المقبل انتهت على البركة هيا يا احمد لا الولد كويس انا لسه جاي من عنده من المدرسة بس اموت واعرف مين اللي عمل فيه كده وهاعرفه يا احمد هيا يا سلامة مبروك علينا بكل ايه ده هو ايه اللي بيحصل هنا فيه ايه وكمال لي كاعين تفتحي بقك وتتكلمي انتي صحي حضرتك متأخرة على المعاد الكل ده وانا مش مكلمك يمبارح باخدى معاد للاستاذ يشام النوع ده احنا مستنيين كده ليه خدمين ابوكو ايوة انتي مش عارفة اللي حصل انت غير كلام كتير انتي تتفضلي معي دلوقتي عند الاستاذ حازم انا هخليه يرفضك عشان تعرفي تحترمي معايد الناس اتفضل انت يا استاذ يشام مش عايز اعطلكم على معادنا النهاردة بالمناسبة انا باحترمي معيدي مش زي الاستاذة افضل يا شابي معرفت خير ان شاء الله يا ابتازة سوحة حضرتك متعرفيش ايه اللي حصل انا جالي تليفون بيقولي ان ابني في المستشفى فاضطريت هنزل بسرعة جدا ومعرفتش عامل ايه خلاص مش عايزة اسمعها يعني انتي مش هتقدمي الشاك والاستاذ حازم اشوف